تدخل قضية قتلة الكلخ أسبوعها الثالث ولا تزال في إطار المراوحة والانتظار بعد تسلم ثلاث جثث الأسبوع الماضي وبقاء ثلاث عشرة جثة في عهدة السلطات السورية في انتظار تسليمها إلى الأمن العام وتنديدا بما تصفه لجنة المتابعة لهذه القضية بتلكء السلطات اللبنانية جابت مسيرة شوارع ترابلس وصولا إلى ساحة عبد الحميد كرامي على رأسها الشيخ محمد إبراهيم الموالي لحزب التحرير الإسلامي إبراهيم وبلغة عالية نبرة هدد بقطع طرق الاثنين إذا لم يتسلم الجثث السلطة تخلت عن أبنائنا وحين تحركنا ونزلنا إلى الشارع جرت بعض الحركات السيئة والبطيئة لهذه السلطة وهذه الحركات ما كانت لتكون لولا أن نزلنا إلى الشارع فقد عودتنا هذه السلطة إذا لم ينزل المستضعفون إذا لم ينزل الفقراء والبائسين إذا لم ننزل إلى الشارع عودتنا أنها لا تنظر إلينا ولا إلى قضايانا لا تهتم بنا ولسيما إن كنا من طرابرس الشام مصادر قريبة من الأهالي ذكرت للجديد أن جزءا كبيرا منهم قاطعوا هذه المسيرة لأنهم لا يريدون التصعيد والتشويش على المساعي التي يقوم بها الأمن العام واللواء عباس إبراهيم لسيما أن الاتصالات قطعت شوطا كبيرا ومن المرجح أن تسلم الجثث نهار الأحد وتتابع هذه المصادر أن حزب التحرير ومن خلال هذا التحرك يريد أن يجد له موطئ قدم في الساحة الترابلسية ويقول أنا موجود أمام شيخ المدينة وفعالياتها الإسلامية فنصح إبراهيم بعدم التصعيد والتخفيف من اللهجة العالية لأن ترابلس لم تلتقط أنفاسها بعد ولا يريدون توتير الأجواء وعلى هذا الأساس اكتفى منظم المسيرة بتحرك محدود أما في المعلومات عن الجثث فإن السبع منها جرى التعرف إليها فيما الخمس الباقية فلم يتم تثبت منهم بعد في انتظار الساعات المقبلة